اللي يسمع كلمة عجة يقول ان احنا هنهرسها وان احنا هنحطها مع بيض ونسويها في الفرن والكلام دا كله لا احنا النهاردة عامنينها بشكل مختلف خالص حاجة بسيطة ولما بتستوي بتبقى في ونتهى الجماعة تعالوا نشوف مقدرنا هتنزل على الشاشة ونشوف هيبقى شكلها عامل ازاك عامل المقدر تنزل على الشاشة هجيب بولة علشان اخلط فيها المقدر بتاعتنا او طبق من عندنا ويهي هحتاج كمان ايه هحتاج طاغن بايريكس عشان اعمل فيه الوصفة بتاعتنا طب شرط يا نونة ان هو يكون طاغن بايريكس لا طبعا مش شرط صنية مدورة طيبال الامونيا اللي موجودة عندك كله ينفع مش اقدر ان انا امبرك انك تعملي حاجة مش موجودة عندك طيب المقدر بتاعتنا نزلت على الشاشة علشان نصورها او نكتبها مقدرنا بتقول ان احنا معانا ايه اربع بطاطس يعني اربع حبات بطاطس شرائح رفيعة معانا كمان بصلايا شرائح ومعانا طمطميتين مفرومين ونتكون متقشرين من غير اشر عودين بصل اخضر مفروم ده بيدي تطعيمها حلوة جدا معانا معايا كمان كباية حليب ومعايا اربع بطاط نص كباية زيت سندباد وملح وفلفل اسود توابلنا بسيطة مقدرنا كمان بسيطة وموجودة في كل بيت يعني مش محتاجة ان انت تجيبي حاجة زيادة من برد طيب هعمل ايه دلوقتي هروح مسكة كده بسم الله هحط زيت سندباد واروح حاطة ملح وفلفل اسود كده واروح حاطة البصل الاخضر حاطة قبل التماطم اراح حاطة البصل الشرايح وافككوا كده علشان هدعاكم مع الملح والفلفل الاسود والزيت والبصل الاخضر اللي انا حطته بالشكل ده كده تمام واروح منزلة الطماطم اللي من غير ايش واصفة سهلة جدا وبسيطة وفي منتهى الجميل بالشكل ده كده واروح حاطة كمان البطاطس الشرايح نصفيها من المية بتاعتها بالشكل ده كده ونقلبها في الخلطة الجميلة اللي احنا لسه عاملنا اللي هي كانت عبارة عن زيت سندباد وملح وفلفل اسود وبصلايا خضره متقطعه وتماطم بالشكل ده كده توابلنا كتير مش كتير واصفوا يعني ما قادلنا كمان كتير مش كتير كل بيت الحمد لله عندكم الخير كله يا رب موجود فيه الحاجات اللي احنا عملناها ده وبناخده الطاجن وابده اعمل كده ارص بقى البطاطس بتاعتنا بشكل كويس علشان لسه لما صب عليها الحليب والبيض وتستوي تديني برضو شكل كويس زي ما بيقول كده هو توحنا بنشتغل اهم من الشغل زبط الشغل وبرضو ابقى عاملة اكلة حلوة وفي نفس الوقت يبقى شكلها كمان يفتح النفس بالشكل ده كده لحد ما بتخلص الكمية بتاعتي كلها وبعد كده اروح حط الخلطة بتاعتنا في النص وارجع احط على الوش بطاطس ليه عايزة على الوش بطاطس طب ما انا كان ممكن يا نونة ان انا اروح حط هنا البطاطس كلها وابدأ بعد كده احط الخلطة في النص وارجع او ارجع احط البطاطس كلها وارجع احط الخلطة على الوش لأ انا عايزة الوش بتاعي يبقى متساوي ليه يبقى متساوي عشان لما حط البيض مع الحليب يديني طبقة حلوة قوي لما تدخل الفرن ويكون شكلها كويس نفصل البطاطس اهي عشان دي اللي هحطها على الوش متعامة بالتطعمات بتاعتنا مع الطماطم والبصل والملح والفلفل اسود عايزة طبعا بقى تحط انت دي توابل زيادة من عندك ما فاش مشكلة عايزة تحطي حبة كاري مش هتقولك لا عايزة تحطي حبة رش بغسط الطيب مش هتقولك لا كل دي هتدينا اطعمه هتدينا حاجات حلوة قوي بالشكل ده ونرجع بقى نرص ايه بقيت البطاطس اهم حاجة عندي هي تداري الحشوة علشان لما نزل خريط الحليب بالبيض يديني شكل كويس ما يبقاش الحشوة ظهرة منها الفرن بتاعنا شغال على درجة حرارة يعني 200 هنقفل التوجن بتاعنا فويل ونسيبه في الفرن لمدة نص ساعة وبعد النص ساعة نروح فتحين الفويل علشان تاخد الوش الجميل بتاعها اللي احنا عايزين وهنشوفها لما تطلع طبعا هيبقى شكلها عامل زي احلى اكل اقتصادية من غير لحمة ولا فراخ بيجي علينا وقت مش شرطة اخر الشهر بس بيجي علينا وقت بنبقى عايزين زهقنا باللحمة والفراخ وعايزين حاجة جديدة ومختلفة ومختلفة انتهيالي مش هنلاقي احلى واطعم من كده بس كده اهو خلاص حاملنا وباقتص بتاعتنا كلها نجي بقى دلوقتي نجيب بولا نحط فيها الحليب نحط فيها الاربع بيضات ونحط ملح وفلفل اسود الملح ما يبقاش كتير علشان ما تنسوش ان احنا اصلا حطين في البطاطس ملح كده اهو ودي الفلفل اسود علشان زفارة البيض واربوهم كويس قوي بشوكة او بمضرب سلك وبعد كده اروح حطى الخليط ده كله على البطاطس من على الوش الفرن بتاعنا قلتلكو شغال على درجة حرارة 200 نصب الخليط ونطلع في وصل على طول حاضر بس بالشكل ده كده بسم الله الرحمن الرحيم الحليب بالبيض اللي احنا حطينه ده هو اللي هيمسك البطاطس كلها مع بعضها وهنشوف شكلها لما يستوي ويطلع في منتهى الجميل نحتاج اي دلوقتي الفو فويل وحطو في الفرن درجة حرارة 200 نص ساعة وبعد كده اشيل الفويل من عليه عشان ياخد وصل الجميل اللي احنا عايزينه عايزة اقبص كمان بصة انا عملت ايه في الفاصل شلت الفويل من على طاجن البطاطس اللي في الحليب والبيض بصو الحليب والبيض بدأ يستوي البطاطس عشان عاملينها شرايح رؤياء قوي فمشو تاخد معانا وقت في التسوية رفعت الفويل من عليه عشان اللي فوق الوش يستوي كمان وياخد لون جميل ونشوف لما يستوي هيبقى شكله عامل ازاي تمام؟ يعني نبص على طاجن البطاطس ما شاء الله عليه ممكن نطلع طاجن البطاطس ونروح حطين طاجن البتنجين بسم الله الرحمن الرحيم هختبر السوا بتاع البطاطسية بالشوكلة لو لقيت ان هي لسه مستويتش معانا ممكن احطه شوية كمان بصو ليه علشان هي اصلا رؤياء فبتستوي معايا بكل سهول كذب بسم الله الرحمن الرحيم ومن ثم الان